اشتركوا في القناة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنياً له النجاح خلال ولايته ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لسلفكم معالي السيد دونيس فرانسيس لما بدله من جهود لإنجاح الضوء السابق أنتهزوا هذه الفرصة للتأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل لمساعي معالي السيد أنتونيو قتيريس الأمير العام للأمم المتحدة لتمكين منظمتنا من رفع التحديات الكونية ولا سيما مبادرته الطموحة بشأن عقد قمة المستقبل سيد الرئيس لا يمر عام على التئام جمعنا هذا وإلا نجد أنفسنا أمام تطورات سريعة ومعقدة للسياق الدولي الذي نتحاور ونتفاعل فيه تحولات متسارعة بالنظر إلى التفرة الهائلة التي تحققت على مستوى وسائل التواصل والتكنولوجية المعلومات والدكاء الاستطاعي ومتشابكة نتيجة للتغيير التي تطرأ على احتياجات مجتمعاتنا والتحديات الماثلة أمام دولنا كما أن الإحساس بالأمن الجماعي الذي صاحب إنشاء لأمم المتحدة تراجع ليحل محله وعدم يقين متجدر في سائر المجالات ذات الصلة بالنشاط البشري وها نحن نواجه تحدي إعادة تحديد أساليب الإنتاج والاستهلاك الخاص بنا ونماذج الحكمة بل وبنى مجتمعاتنا أيضا هذا ما أكد عليه صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي انعقدت بمراكش وأقتبس من كلام جلالة قوله ففي الوقت الذي كان يواجه فيه كوكبنا تقلبات مناخية فردت واقعا جديدا ما فتأت لتؤكده المعطيات يوما بعد يوم لا يزال العلم غارقا في مشكلات كنا إلى عهد قريب نحسب أن جزءا كبيرا منها قد وجد طريقه إلى الحل بفضل القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف التي تم إرصاؤها غدا ذا الحرب العالمية التانية انتهى مضمون رسالة جلالته ويحق لنا هنا أن نتساءل هل بلغ العمل متعددة الأطراف مداه؟ وهل حانت ساعة التفكير في بدائل أخرى من الحكام العالمية؟ هل نحن مجبرون على الاختيار بين تعددية العمل وتعدد المتول العليا؟ صيد رئيس لقد أسست المملكة المغربية عقيدة ديبلوماسيتها متعددة الأطراف بناء على التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس على مبادئ تابتة قوامها الطموح والغضوح وأسلوب عملها الابتكار والواقعية في التصورات والخطوات لجعل التعاون مع الشركاء التاريخيين يوكب تطور الاحتياجات وبناء أطر مناسبة مع شركاء جدد انطلاقاً من مبدأ التضامن الفعلي واقتصام التجربة والمنافع مع لازمة أساسية هي رفع تحديات الأمن والتنمية والاستقرار فخياء العمل وتعدد الأطراف بالنسبة للملكة المغربية لم يكن ولن يكون تعبيراً عن مثالية عفا عليها الزمن ولا انتهازية سياسية قصيرة الأمن بذلك أن هذا العمل يظل بالرغم من نقائسه المصار الوحيد للتصدي لتحدياتنا الجماعية ومواجهة الأخطار الكبرى التي تحدق بنا غير أنه لم يعد ممكناً الاقتصار على التفكير في إخفاقات العمل متعدد الأطراف على إعلانات النواية لإصلاحه بل صار لزاماً عنين العمل من أجل إعطاء زخم جديد لهذا الإصلاح عبر حشد كل الطاقات خاصة الشباب والنساء فكيف لنا أن نتحرك إزاء مستقبلنا بعيدة إنعقاد قمة المستقبل بداية هذه الأسبوع دون إشراك هذه الفئات في بلورة أشكال ومضامين العمل متعدد الأطراف المستقبلية وبنفس القناعة نعتبر أن العمل متعدد الأطراف هو أداة ورافعة بيد البلدان النامية للدفاع عن مصالحها وتصليت الضوء على أولويتها الوطنية والاستفادة من فرص التعاون وتقاسم التجارب والخبرات السيد الرئيس توجد التغييرات المناخية على استحديات الكبار التي يواجهها كوكبنا وفي هذا الإطار فإن النظر إلى الواقع كفيل باستنبات خلاصة مفادها أن البلد الإفريقية هي الأكثر تضرورا من تدعيات تغيير المناخ وإن كانت مساهبته فيه من بين الأدنى في العالم إلى جانب ذلك تخصص حصة دخمة من مواردها لاسترداد الديون المترتبة عنها لذا لا بد من تعديل أطور وقواعد الاقتراض لمراعاة القيود التي تواجهها البلدان الف إفريقية في التكيف مع أطار تغيير المناخ وفي هذا الإطار تدعو المملكة المغربية إلى إنشاء آليات مالية مبتكرة كفيلة بتعزيز الآطار الإيجابي لصنادق المناخ مع ضمان القدرة على تدبير المديونية كما ينبغي التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي بغرض تلبية احتياجات البلدان النمية من خلال تيسير الاستفادة من قروض عادلة بما يضمن الاستطمار في تنميتها كما ندعو إلى تمثيلية أكثر ملاءمة للبلدان الإفريقية في مجالس إدارة البنك الدولي والبنوك المتعددة للأطراف الأخرى من أجل تعزيز الطابع الديمقراطي في أداء مجالس إدارتها وكذا اعتبار مقاربة متمرة في التعامل مع أزمات الديون التي تنعكس سلبا وبشدة على اقتصادات البلدان الإفريقية وفهد الصداد تواصل الملكة المغربية التي تتولى رئاسة مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط لسنتين متتاليتين في نيويورك دعوتها إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف قادرة على الحفاظ على زخم التنمية التي تمكنت هذه البلدان من تحقيقها سيد رئيس اهتداءا برؤية متبصرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصار الله تواصل الملكة المغربية دعوة إلى تعددية واقعية وتضامنية وبراجماتية في خدمة مصالح القارة الإفريقية معززة بآلية فعالة في اتخاذ القارة تلك هي المقاربة التي تنهجها المملكة المغربية وتنكب الحكومة على تنفيذها في مجالة مختلفة كمواجهة التغيرات المناخية والهجرة ومحاربة الإرهاب إضافة إلى تنزيل أوراج اجتماعية كبرى لبلوغ العدالة الاجتماعية من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبفضل هذا الورش المهيكل الذي خصصت له ميزانية 29 مليار ديالدهم سنويا بحلول عام 2026 سيستفيد ملايين الأشخاص من مساعدة اجتماعية مباشرة سيد الرئيس تأكيدا لتوجه المغربي نحو الأطلسي وانطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الساحل الأطلسي من شأنه أن يصبح فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي ومحور للإشعاع القاري والدولي دعا صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله إلى تعزيز روابط الاندباج والتعاون بين الدول الإفريقية المطلعة للمحيط الأطلسي في إطار مبادرة مسلسلة رباد للدول الإفريقية الأطلسية تلك المبادرة الملكية للتعاون جنوب جنوب القائمة على مبادئ العمل المشترك والتضامن بغية جعل الفضاء إلى أطلس الإفريقي منطقة يعمها السلام والاستقرار والتنمية كما أطلق جلال الملك مبادرة محمد ترمي إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي انطلاقا من قناعة جلالته بأن لهذه المنطقة كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي وتسعى المبادرة الملكية الرائدة إلى أن تكون ركيزة للرخاء والسلام والاستقرار لهذا الجزء من القارة الإفريقية كما أن روح تضامن نفسها هي التي كانت وراء مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز المستقبلي بين المغرب ونيجيريا الذي يعد مشروعا للتكامل الإقليمي والانتعاش الاقتصادي المشترك غايته تعزيز دينامية للتنمية في الضفة الأطلسية بمشاركة 13 دولة إفريقية فبمقدور قارتنا اليوم أن تعول على حكمة قادتها وعلى إبداع شبابها لكنها تطمح إلى تضامن المجتمع الدولي وتعاونه في مواجهة تحدياته صيد رئيس إن الملكة المغربية تظل منتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لمتاق الأمم المتحدة وبناء عليه يتشبت المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الداتي حصريا وفي إطال وحدة الترابية والسيادة الوطنية للملكة الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة حيث إن الدعم التابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الداتي ينشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستدرة ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق يدعم المغرب الجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستدرة السياسية بحضور المشاركين الأبع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٧٣٣ وهنا لابد من التذكير بتوابط موقف المغرب كما جددت تأكيد عليها صاحب جلال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستدرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم التاتي لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن وموازة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوثيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية علما أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممتلهم المنتخبين ديمقراطيا في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي الطموح حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملكة تنبتق من تشبتها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء سيد الرئيس لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في خطابه بمناسبة الدكرة 25 لإعتلاء العرش أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق وفي هذا الإطار تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائق الطلق حول الأوضاع الخطيرة والغير مسبقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتروبر 2023 والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية وأبرز صاحب جلال رؤيته من أجل الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل النهائي لهذا النزاع وذلك وفق المنظور التالي أولاً إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازات مع فتح أفق سياسي كافيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة ثانياً إن اعتماد مفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا ثالثاً إن إرسال أمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى المستوى الإنساني عمل جلالة الملك نصار الله بالصفة الرئيسة للجنة القدس المنبتقة عن منظمة تعاون الإسلامي على فتح طريق دري غير مسبوق لإيصال المساعدات الغدائية والطبية العاجلة إلى الأشقاء في غزة كما تعبر المملكة المغربية عن بالغ قلقها في التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط فكل المؤشرات تشير إلى أننا أمام وضع غير مسبوق من شأنه توسيع دائرة الصراع والذي قد يدخل المنطقة برمتها في مرحلة لا يمكن التكهن بتأثيرها وتداعيتها ولقد سبق لصاحب جلال الملك محمد السادس أن أكد بأن انسداد الأفق السياسي للقدية الفلسطينية يعتبر من أهم الأسباب التي تؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط ولطالما حضر جلالته من الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام مما ولد الإحباط وخيب الأمل وأدى إلى توالي النكبات المدمرة بمآسيها الإنسانية وتوسيع تداعيتها الخطيرة على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وكذا على الأمن والسلم الدولين لا يفوتني هنا أن أعبر عن تضامن المملكة المغربية الكامل مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا لما يتعرض له من اعتداء ونطالب بضرورة احترام وحدة لبنان الترابية وسيادته الوطنية سيد رئيس إن الكم الهائل للتحديات العالمية التي نواجهها يستلزم استنهار ضميرنا الجماعي وتجويدي أساليب عملنا وتمتين قاعدة قيمنا فالأمم المتحدة اليوم تقف أمام عبء استعادة روح تضام النشط والمسؤولية الجماعية والنزع الإنسانية الصادقة التي صاحبت إنشاءها مع ضرورة وضع حد لاشتغار مسئلة الإصلاح ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى التمانين لإنشاء المنظمة إن قمة المستقبل التي عقدت في بداية هذا الضوء والقمة الاجتماعية لعام ٢٠٢٥ وأهداف قيمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ كلها رؤى لمستقبل مشترك وخرائط طريق يجب تنفيذها كي نتمكن من العمل معاً لتلافي التأخير الكبير المتراكم السلام عليكم و شكرا